وصلت وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت للوزارة قلل 24 ساعة من ضبط 400 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 37 طن مواد غدائية وغير غدائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 27 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعاد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط قرابة 6 أطنان أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 628 قضية من بينها 95 قضية خبز ناقص الوزن و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت قرابة 92 طن أقماح محلية موسيقى